بداية واستعدادا لاحتضان مدينة سيغ بولاية ماسكر جزءا من ألعاب البحر الأبيض المتوسط تكثفت مصالح الأمن من إجراءاتها الأمنية البشرية المادية والثقنية بتسخير ألف شرطي لمحاربة الجريمة وضمان تخطية أمنية محكمة كما تم مراجعة مخطط السير مع مختلف أشركاء الأمنيين وكذا وضع مركز للمراقبة بالكاميرات على مستوى المركب الرياضي التخطية كانت لغاني غانمي مصالح أمن ويد معسكر تسخر كافة الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية منها مع اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات الأمنية لإنجاح موسم الاستياف وكذا لإنجاح هذه التظاهر الدولية ومنذ إعلان عن احتضان مدينة سيغ لجزء من هذه الألعاب سطرت مخططا أمنيا لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها مع احتلال الميدان الدائم خاصة على مستوى النقاط السوداء وبعر الإجراء ترجمة نانسي قنقر